طبعاً فنان الكبير سازعالي الحجار يعني أنا أحياناً يعني بيتكلمه على إنتاجك الفني الغزير لك كم أمانية تقريباً؟ ألف اتنين؟ تلاتة؟ أربعة تلاف؟ خمس تلاف؟ هو المرسود كتاباتاً الغالي دلوقتي تلاتة تلات تلاف أنا أعتقد أنه أكتر مقدمات مثلاً المسلسلات أنا عملت حوالي 120 مسلسل أقل شوية أكتر شوية كان معظمهم مش مقدمة وأنها بس كان بيبقى في أغاني جوة بتعلق على الأحداث اللي بتحصل جوة داخل المسلسل فالأغاني دي رغم أن هي دي أو نص ودقتين وكده لكنها هي أغنية أغنية كتبها شاعر ولحنها ملحن وتنفذت بموسيقيين وكرال وهندسة صوت وستوديو فهي بتعتبر أغنية حتى أغاني دلوقتي بتبقى دقيقتين ونص ثلاثة ما بتزيدش عن كده فالجائزة اللي أخدتها من جائزة السلطان قبوس كانوا هم رصدوا الموضوع ده عدد الأغنيات ونوعياتها والتنوع يعني حضرتك برضو بتكلمي في موضوع مهم جداً أنا عمري ما ذكرته في حتة يعني اللي هو التنوع ما بين الأغاني العاطفية والأغاني الرومانسية يعني أو الإقعية أو كمان الأغاني اللي ليه علاقة بالدراما لأن ده كان باب جديد تفتح يعني من أول مسلسل الأيام بتعتها حصين كان قابلوا فيه مسلسلات فيه التترات مغنية برضو من كورس أو كده لكن الأيام بدأ يفتح سكة أنه بقى فيه حاجة اسمها مقدمة للمسلسل يغنيها مطرب أو مطربة تدي للناس فكرة عن المسلسل اللي هيتفرجوا عليها يمكن دلوقتي فيه كتير مسلسلات في التتر بتاعها يبقى جميل بس مالوش علاقة بالمسلسل مالوش علاقة بالدراما الداخلية للمسلسل لكن ساعة ما عملنا طبعا عمار الشريعي وسيد حجاب والخال عبد الرحمن الأبنودي لهم فضل كبير جداً فإنهم غيروا فكرة يعني إيه غنى للدراما للدراما التلفزيونية والناس بتفتكر حتى الدراما التلفزيونية بالأغنيات اللي كانت بتسبيقها أو في نهايتها أو في المنتصر